السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناتي معكم الأستاذة سناء مستوى الخامس ابتدائي مرجع مرشدي في اللغة العربية الوحدة الثامنة في الأسبوع التاسع والعشرون إذا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى الجزء الثاني من الشكل والتطبيقات الكتابية حول تطبيق وتثبيت قاهدتي التراكيب والصرف والتحويل ألا وهما نصب المضارع والجملة المؤولة وكذلك أنواع الفعل الصحيح نعم إذن أول قبل أن نبدأ بمعرفة الأسئلة وشرحهم وسنحاول أن نتذكر القاعدتين إذن قلنا بأن الفعل المضارع دائما فعل المعرب يكون دائما مرفوع بالضمة وإذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يكون مرفوع بتبوت النون ومنصوب بحدث النون إذن اليوم سنرى أو لاحظنا بأن الفعل المضارع يمكن أن يأتي كذلك منصوب متى؟ ينصب بأربعة حروف نصب ظاهرة وهي أن، لن، إذن، كي إذا سبقت هذه الحروف الفعل المضارع فإنه ينصب أفهم مثلاً مثال نقول مثلاً أرسم وردة أشغل نقوله لن أرسم وردة إذن أرسم مرفوع ولكن عندما سبقتها الفعل المضارع أفهم عندما سبقها حرف لن فإننا نقول لن أرسم وردة أقرأ مثلاً كتاباً لن أقرأ كتاباً إذن حركة آخر الفعل أصبحت منصوبة بالفتح الظاهرة على آخره كذلك هنا الفعل المضارع يمكن أن ينصب من غير هذه الحروف اللي هي ظاهرة وإنما إذا سبقته أن التي تكون مضمرة وقلنا بأنها مخفية إما جوازاً وإما وجوباً جوازاً بعد لام التعليل وقلنا وجوباً بعد الحد التي تفيد الغاية وكذلك بعد لام الجحود المسبوقة إما بما كان أو لم يكن إذن نفرق بين لام جحود ولام تعليل إذا كانت لام مسبوقة بلم يكن أو بما كان فإنها تكون تلك اللام تسمى لام الجحود ورأينا الكثير من الأمثلة في الدرس إذن هذا ليس هو درسنا اليوم ولكن سنحاول فقط تذكر القاعدة لتصبيقها لإنجاز المطلوب منها منكم فيما يخص مكون التراكب والسبب تحويل إذن كذلك قلنا بأن الفعل المضارع إذا سبقته إما أن أو كي أو لام التعليل فإنه يؤول مع أن وكي ومع لام التعليل بمصدر فهم؟ كذلك رأينا في الصرف التحويل أنواع الفعل الصحيح وقلنا أن الفعل الصحيح هو فعل أحرفه الأساسية خالية من حروف العلة اللي هي مجموعة في كلمة وي بمعنى الوا والألف واليا وهو قلنا بأنه ثلاثة أنواع إما المضعف والمهموز والسالم المضعف قلنا بأنه هو ما كان حرفان من أحرفه الأساسية من جنس واحد أما المهموز هو ما كان أحد أحرفه الأساسية همزة والسالم قلنا هو ما خلت حروفه الأساسية من الهمزة ومن التضعيف وقلنا إذا أردنا أن نعرف الحروف الأساسية للفعل نسنده إلى الضمير هو في زمن الماضي إذن كانت هذه هي قاعدتين التراكيب والصرف والتحويل إذن سنحاول تطبيق هتين القاعدتين لإنجاز المطلوب منكم كما تلاحظون هنا في أسئلة حول التراكيب وكذلك أسئلة حول الصرف والتحويل إذن نبدأ بأول سؤال فيما يخص التراكيب وهو كالآتي إذن الأسئلة موجودة بالصفحة 209-2010 والنص الذي يمكن أن نستعمل موجود في الصفحة 208 إذن معنا الصفحات 208-10 إذن النص الذي سنستعمله هو كالآتي إذن هذا هو النص الذي سنستخرج منه جميع الأسئلة التي سأقرأها عليكم إذن سؤال الأول هو كالآتي استخرج من النص ما تملأ به الجدول التالي إذن النص سنستخرج منه الفعل مضارع يكون منصوب ما هو حرف النص وكذلك المصدر المؤول مصدر المؤول لن نستخرجه بل من خلال حرف النص ومن خلال فعل مضارع سنحاول أن نبحث عن المصدر المؤول إذن قلنا بأن المصدر المؤول يكون مع أن ومع كي ومع لام التعليل بالنسبة للسؤال الثاني وهو كالآتي حول المصدر إلى فعل مضارع منصوب بحرف نص إذن لدينا كما تلاحظون أربعة جمل جمل الأولى الثانية الثالثة والرابعة في كل جملتين هناك مصدر إذن ستحاولون أن تحولوا ذلك المصدر إلى فعل مضارع منصوب بحد حرف النص لكم الاختيار في اختيار حروف النص أما السؤال الثالث فهو كالآتي استخرج الأفعال المنصوبة وبين سبب نصبها فيما يلي إذن عندنا حد الجمل كل جملتين هناك فيها بعض الأفعال هي منصوبة ستحاولون تحديد سبب نصبها نعم إذن قلنا بالنسبة للسؤال الثالث وسنحاول استخراج من خلال هذه الجمل الفعل المنصوب وكذلك سبب نصب هذا الفعل بالنسبة للسؤال الموالي هو استعمل في جمل مفيدة لن حتى لا متعليل وأن سؤال خامس حول العبارة التالية إلى المتنى والجمع يقفز من فراشه ليفتح نافذة غرفته إلى المتنى وإلى الجمع من نسبة السؤال الأول في الصرف والتحويل استخرج من النص ما يتضمنه من أفعال صحيحة وحدد نوع كل واحد منها مستعيناً بالجدول سنحدد بوضع علامة هنا هل هو فعل مهموز أم مضعف أم سالم ضع العلامة أمام التعريفات التالية وإذن تعريفاتي كالآتي الفعل الصحيح هو ما كانت حروفه الأساسية خالية من حروف علة الفعل السالم هو الذي يكون أحد أحرفه بهمسة الفعل المضعف هو ما كان حرفان من أحرفه الأساسية من جنس واحد سنضع علامة خانت صحيح أم خطأ سلي الأفعال الصحيحة داخل الدائرة بالنوع المناسب لكل منها شكرتم ملأنا أحببتما أحسن هل يسالم أم مهموز أم مضعف سنرجع هذه الأفعال إلى أحرفها الأساسية من خلال إدراجها مع ضمير هو في الزمن الماضي السؤال الرابع استعمل في جمل مفيدة كل نوع من أنواع الفعل الصحيح إذا الأنواع لدينا المضعف والمهموز والسالم إذا سنحاول نختار فعل مضعف فعل مهموز فعل سالم ونقوم باستعماله في جمل مفيدة حول ما يلي حسب الضمائر ألحى عليه أن يصيقض باكرا لينجز التمارين الرياضية إلى ضمائر نحن أنتما هنا لاحظوا جيدا لدينا هنا فعل مضعف لهو آلحة إذن أنشوفوا كيف تتحول مع ضمائر نحن أنتما هنا إذن كانت هذه هي الأسئلة حول مكون تركيب وصف التحويل يعني تطبيقات كتابي حول تقاعدتين نصب المضاعع والجملة المؤولة وكذلك أنواع الفعل الصحيح إذن ننتقي بعدما تنتهون من إنجاز المطلوب منكم ونلتقي مع التصحيح إن شاء الله إذن وصلنا إلى مرحلة التصحيح الأنشطة التي طلبتم منكم إنجازها حول هذا النص إذن كان السؤال الأول هو استخراج الفعل مضارع المنصوب وكذلك حرف النصب ثم المصدر المؤول إذن كما تلاحظون بأن أول فعل مضارع منصوب هو يساء إذن أن يساء بالنسبة للمصدر المؤول نقول إساءته إذن هذه هي الجملة لدينا يمكن أن يساء استعماله بمعنى يعني يمكن إساءة استعماله إذن كنا يؤول الفعل مضارع بعد أن أو لا كي أو لا متعليل إلى مصدر مؤول إذن نقول يمكن إساءة استعماله نعم الفعل الثاني هو لكن الذي يقفز من فراجه ليفتح إذن الفعل يفتح وعندنا حرف نصبي أن مضمرة جوازا بعد نامي التعديل وماذا نقول بالنسبة للمصدر نقوله فتحي ولكن الذي يقفز من فراجه ليفتح نافدة غرفته ده النفس الشيء سنقوم به بالنسبة الأفعال الأخرى لدينا مثلا الفعل الثالث هو لكي يستنشق إذن الفعل المضارع المنصوب يستنشق حرف النصب هو كي كذلك المصدر المؤول ماذا نقول لإستنشاق الهوائي لدينا هنا أن يصاب بمعنى الفعل المنصوب هو يصاب حرف النصب أن نقوله يغلب إصابة بالتهاب الرئوي كذلك بعدها لدينا أن تدعى إذن الفعل المضارع تدعى الحرف النصب هو أن إذن نقوله إيداع لمصدر مؤول لكن هذا لا يعني إيداع تيارا باردا يكتسحها بعدها لدينا أن يكون الفعل المضارع يكون لدينا حرف النصب هو أن نقوله يجب كو نص تنشاق الهوائي من الأنفي هنا لدينا حرف النصب حتى والفعل المضارع المنصوب يمكن لا يوجد هنا مصدر مؤول لأن المصدر المؤول لا يؤول الفعل المضارع بعد حتى التي تفيد الخاية كذلك لدينا حرف نصب حتى الفعل المضارع توفره هنا محدوف النول لأنه من الأفعال الخمسة لأنه منصوب إذن هنا كذلك لن يكون هناك مصدر مؤول إذن هذا هو إجابة عن التمرين الأول إذن كانت هذه الإجابة أن يساء يفتح يعني أن مضمرة جوازا بعد دلام تعليل يصنشق عندنا كي أن يصاب أن ندعى أن يكون هنا لدينا أن مضبرة وجوبا بعد حتى يعني حتى يكون هنا حتى توفره كذلك نفس الشيء بالنسبة للمصدر مؤول عندنا إساءة فتحي استنشاق إسابة إداعو هنا لا يوجد مصدر مؤول نمر الآن للجملة الثانية عفوا السؤال الثاني هو حول المصدر إلى فعل مضارع منصوب بحرف نصب إذن في جملة الأولى لدينا مصدر تنفس الهواء إذن مصدر وتنفس وضعت أسفله خط إذن ماذا نقول أن تتنفس ونتمم جملة الهواء النقي مطلب طبي تهوية غرفة النوم بانتظام شيء مفيد ماذا نقول إذن هنا لدينا المصدر وتهويته إذن نقول أن تهوية غرفة النوم بانتظام شيء مفيد يمكن تدفئته ماذا سنقول سنقول لدينا تدفئته لدينا كذلك تخلصه إذن عندنا مصدرين هنا إذن نقول يمكن أن ندفئه ونخلصه من الأتربة الجملة الأخيرة لدينا مصدر دخولي إذن ماذا سنقول قبل أن يدخل الرئتين إذن هذا هو الفعل المضارع وهذا هو حرف النصف الإجابة عن السؤال الموالي إذن عندنا هذه الجملة سنستخرج من الفعل المضارع يتعرض إذن عندنا لي يتعرض إذن هذا اللام باش نعرفها لام الجحود ولا لام التعليل قلنا كنشوفو شنقين قبل منها وش كينا لم يكن ولا ما كان إذن هنا كينا ما كان إذن هذا يعني بأنها لام الجحود وليس لام التعليل إذن نقول سبب صبغ نصبها أن مضمرة جوازا بعد لامي نسيس ما كسبتشنا بعد لامي الجحود إذن سنقول بعد لامي الجحود هنا بالنسبة للجملة الثانية كذلك لدينا الفعل أقومة إذن لم أكن مرتاحا كما يجب لأقومة إذن أقومة هو الفعل المنصوب إذن سبب النصب دياله هنا كذلك نحد اللام باش نعرفها لام جحود ولا ماشي لام جحود إذن غنشوفو شنو كان قبل منه هنا عدنا لم أكن إذن كذلك أن مضمرة جوازا بعد لامي الجحود بالنسبة للسؤال الموالي الجملة الموالية عفوا سافروا إلى الجبل يستمتعوا بجمال الطبيعة إذن عدنا يستمتعوا هنا كذلك عدنا حد اللام نشوفو شنو كان قبل منها ما كناش لم أكن إذن سنقول أن مضمرة جوازا بعد لامي التعليل بالنسبة للسؤال الرابع استعملت فقط جملتين في كل جملتين استعملت حرف حرف نصبي حتى أولا وهنا يأن واللام ديال التعليل إذن هنا ماذا قلت لن أنجح حتى أعمل بجدين لن أنجح إذن هنا أصبح الفعل منصوب هنا كذلك أصبح منصوب هنا ماذا قلت عليك أن تهتم بواجباتك لتنجح ثم سؤال خامس حول العبارة إذن المتنج غنقوله يقفزاني ما قلناش يقفزاني ماذا لأن هنا عندنا هذا الفعل مضارع كيف هو مرفوع وعلم ترفعيه ضم الظاهر الآخر إذن هنا قلنا الأفعال الخمسة تكون مرفوعة بتربوط النون إذن هنا غنقوله يقفزاني من ماذا من فراشهما هنا عندنا الفعل منصوب إذن قلناك يكون بحد في النون بحد في النون إذن نقوله ليفتحا نافذة غرفتهما نفس الشيء هنا نقوله يقفزون من فراشهم ليفتحوا نافذة غرفتهم إذن هنا عندنا حد في النون لماذا لأنه من الأفعال الخمسة بالنسبة السؤال الموالي فيما يخص الصرف والتحويل إذن هنا عندنا الفعل يمكنه إذن هنا في الجانب أنا أدرتهم ليكم غير من أجل الشح إذن يمكنه أن نحاول نبحثوا عليه قناع للحروف الأصلية ديالته بإسناده إلى ضمير هو في الزمن الماضي إذن هنقوله هو مكانه إذن هنا عندنا اللي هو فعل سالم يقفزوا إذن قفزوا سالم يستنشقوا كذلك سالم حيث نشقة يغلبوا سالم يكتسحوا سالم حيث كالصحة تنفسوا يعني عندنا هنا فعل سالم قل فعل مضعف اذهبوا يعني ذهبوا فعل سالم استمتعوا فعل سالم حيث منعه متع عفوا إذن على مأمم التعريفات المناسبة إذن لدينا الجواب هنا إذن الجواب الأول صحيح لأن الفعل الصحيح فعلا هو ما كانت حروفه خالية من حروف العلة والسالم هو الذي يكون أحد أحرف فيه همزة بمعنى جواب خطأ أما المضعف هو فعلا هو الذي يكون ما كان حرفان من أحرف فيه الأساسية من جنس واحد إذن صحيح هنا شكرتم نفس الشيء إذن سنبحث عن الحروف الأساسية إذن شكرتم شكرا بمعنى أنه سالم ملأنا يعني ملأ بمعنى مهموز أحببتما يعني حبة مضعف أحسن يعني حسنة بمعنى سالم هنا مدى سنقول كجمل فردت على أبو خوفا ملأ أخي القنينة بالماء خرج أبي من المسجد إذن سالم مهموز ومضعف هنا لدينا الفعل اللي هو مضعف إذن مني غنقولوا نحن غيكون تفكيك ديالوف نحن فأنتم هن إذن سنقول نحن ألححنا وسنطمئ جملة عليه أن يستيقظ باكرا لينجد تماري غياضية نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا وثقا سنتغير سيتغير الفعل نقول هنا ألححتما وهنا سنقول هنا ألححنا إذن إلى هنا انتهت حصة اليوم حول الجزء الثاني من مكون الشكل والتطبيقات الكتابية لتطبيق قاعدتين نصب المضارع والجملة المؤولة وأفعال وأنواع الفعل الصحيح إذن أشكركم على حسن المتابعة وإذا أعجبكم الفيديو أتمنى أن تشاركوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإذ لم تكونوا مشاركين بعد تفضلا وليس أمرا اضغطوا على زر الاشتراك وكذلك فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد قناتي وإلى هنا أقول لكم إلى اللقاء وفي أمان الله مع فيديو آخر إن شاء الله